وذاكم عالم منهم لاك الأعلام وفذ لاك الأفذاذ وقدوة لاك القدوات بل رجل فوق الرجال وسيرة فوق السير أواه صوام قوام لا يملك دمعه عند قراءة القرآن خير هذه الأمة بعد نبيها وخير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء دعي إلى الإسلام فما أبى وما تلعثم وما كبى ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم سواه ما شرب الخمر في جاهلية ولا إسلام بيته بيت إيمان ليس فيه نفاق منحنا للات يوما أو مناه عرف الله ولم يعرف سواه لا يمر يوم إلا ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين نهار بكرة أو عشية كما أخبرت ابنته ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر إلا فيما أذن له من حج أو غزو حتى لحق بربه شهد بدراً ونال معهم البشارة العظمى التي لم تكن لغيرهم إن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبايع تحت الشجرة ولي لجنار أحد بايع تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها ثابتاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحصيت له فر إنه فحل الملة وإمام الأمة ذو السبق والفضل والمنة رجل المهمات الصعبة من شد الله به أزر نبيه فواساه بنفسه وماله أرحم الأمة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كل مدح وثناء في القرآن على المؤمنين فهو أول داخل فيه حب الرسول صهره وصاحبه وزيره فلا يرى يعاتبه